عالم كبير جداً عالم عكاشة أو أسامة أنهر عكاشة صعب جداً نشوف إيه الباب المدخل ليه لكن اسمح لي أبدأ ببدايته الأولى أنه بدأ مع الأدب مع القصة القصيرة والرواية وناس كتيرا ما يعرفوش أنه نشر مجموعة كبيرة من القصص والروايات وكان مخلص جداً لنجيب محفوظ يعني حتى في حوارات بول أنا ابن مدرسة نجيب محفوظ هو الحقيقة يعني بلسان أسامة أنهر عكاشة في أحد لقاءاته قال أنا ابتديت كان عندي 19 سنة أو 18 سنة في سنة 60 تقريباً ابتدى في كتابة القصة وكتابة القصة والرواية في الوقت ده كان نجيب محفوظ طبعاً هو صاحب العالم الكبير الساحر ده فهو تأثر بنجيب محفوظ بشكل كبير جداً لكن ما ننساش هذا الجيل اللي تولد في الأربعينات وكان شاب في الستينيات تأثر بالحركة الأدبية والفنية المكانت موجودة في مصر في الفترة دي كان فيه ازدهار غير طبيعي ولكن كان فيه كمان ما ننساش أن القراءة كانت أحد الأعمدة الأساسية في المجتمع في الوقت ده فهو كان قارئ جيد وكان مشارك فضل بقى بعد كده لحد ما تخرجه واشتغل فترة في التدريس ما قدرش يكمل ولكن راح الكويت قعد سنة تقريباً ورجع ومن هنا كانت الانطلاقة الكبيرة كان صديق للمخرج فخر الدين صلاح الله يرحم فهو اللي شده شوية لإيه لكتابة الصهرات التلفزيونية وهاكذا ثم كانت الانطلاقة من بداية التمانين مئات أسامة أنوروكاشة عنده العالم بتاعه ليه العالم بتاعه؟ لأنه هو في الأصل مهموم بقضية الهوية المصرية ودي أصعب حاجة هتلاقيها في كل أعمال أسامة حتى بعد وفاته في فيلم الإسكندراني في مسلسلات اللي اتعاملت كله لازم الهوية هي دي القضية بالنسبة له الانطلاقة زي ما حضرتك قلتي يمكن الأكبر أو اللي لفتت النظر بشكل أكبر في الشهد ودموع كان قبلها شوية وقال البحر ودي برضو من الحاجات المهمة جداً ولكن ضرة التاج بالنسبة لأسامة أنوروكاشة هي ليالي الحجمية في قبلها أو بعدها أعمال كتير ولكن دي اللي لمت كل حاجة ليه بقى وليه إحنا مرتبطين بيها لحد دلوقتي لأنه هو عمل حاجة جميلة جداً عمل سرد تاريخي درامي من نهاية التلاتينيات وحتى بداية التثانيات فهو كان عارف هيبتدي فين وينتهي فين فمن هنا ربط الشكل أو العنصر الاجتماعي مع التاريخ السياسي المصر بتحولاته بقى السياسية والاقتصادية وولا آخره فشفنا نفسنا زي سلاسية نجيب محفوظ كده في الرواية بالزبط ده المعادل التلفزيوني بتاعها ده المعادل يعتبر زيه بالزبط فمن هنا إحنا ارتبطنا بيها لأنها كل طبقات المجتمع كانت قدامك على الشاشة وإنت شايف نفسك نكونش غريب عن الشاشة فده كان عالم من عوالم أسامة أنوروكاشة